موسيقى موسيقى اللي تقدر تعملها بكل سهولة وتوفر عليكم الوقت والمجهود وكمان في ناس كتير مش بتحب تشتري البسلة علشان تقشرها وعلشان وقتها بتحضرها فيه كتير جدا بيحبوها بيستسهلوها وهي مجمدة فالنهاردة ان شاء الله هقول لكم على تكات وحنا شغالين مع بعض هيخليها طعمة ما تفرقش حاجة عن الخضار الفرش نبدأ بسم الله المادر وطريقة التحضير بسم الله اول حاجة حطيت مادة دهنية في الحل بتاتي على البتجز وحنزل فيها ببصلة كبيرة مفرومة ناعم او مبشورة ناعم المتوفر عندكم اشتغلوا بيه مبشرة او كبة المادة الدهنية على حسب طبعا الراحة في الطعم انا حطيت معلقة كبيرة من السمن لو حابين بالزيت برضو ده حاجة حسب الازواء البصلة اول ما بدأت تسفر مش تحمر انا بقلب فيها ومهدية النار عشان ما تتلساش مني ده نوع البسلة المجمد اللي استخدمتها بسمة بسمة احسن للانواع اللي جربتها في الخضار المجمد خلاص البصلة بدأت تدخل في الحمار حنزل عليها بالبسلة بتاعتها وهي مجمدة اول تكة عشان الخضار يطلع معكم زي الفل وطم ما يفرقش حاجة عن الفريش الطازة الخضار المجمد بينطبخ وهو مجمد يعني من الفريزر على الحل على طول ما تستنوش لما يفك منكم لانه لو فك طعمه بيغير وكمان شكله بيبقى دبلان تلاقوا كده مثلا لو بسلة حتلاقوا الحباية بدأت تجلد وتكرمش واحنا مش عايزين ده احنا عايزين الاكل بتاعنا يبقى واخ الطعم وشكل ولون الاكل الطازة بقلف فيها باستمرار بشوحها مع البصلة لحد لما فكت خالص وقادي شكلها ولونها بنزل هنا عليها بمكعب مرأة مكعب مرأة دجاج مكعب مرأة لحمة ايا كان بتديره تشويحة معها ومع البصلة وكمان انا ضفت رشة من الملح ورشة من الفلفل اسود وانا بشوح فيها مع البصلة مفيش بهارات تانية بضيفها تمام هنا بنزل بطماطم فرش ضربها في الخلاط معيار كوب بيتين كبار من عصير الطماطم مش متوفر ممكن معجون السلسة تبقى معلقتين كبار من معجون السلسة وعليهم كبايتين من المية الدفية او ممكن تبقى شربة لحمة او شربة فراخ على حسب المتوفر وعلى حسب الازواء خلاص غطتها وسبتها لما اخدت غلوة وبدأت ان انا اتباحها طبعا رحيتها طلعت رهيبة جدا دقتها لقيتها استوت وحنشوفها مع بعض الحباية بحبيتها طبعا لونها ما تغيرش خالص غير المتعرف او الناس كتير بتقلق من القدار المجمد بتقلق منه لما ممكن تقولك لما يستوي لونه بيغير لأ شايفين لونها شايفين خضرها بالعكس محتفظة بلونة محتفظة بقوامها الحباية لا كرمشة ولا دبلت الحباية بسم الله ما شاء الله بصة عاملة ازاي والله يا ريتكو كنتوا قريبين مني كنتوا تدقوها ما تنسوش بقى لايك للفيديو مع الاشتراك في القناة اول مرة يشرفني صحتين وهنا على قلبكم يا رب كانت معكم نونة الحجاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة